بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصل ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعه واستنى بسنته أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع هذه الثلة الطيبة من الطلبة والطالبات ليكون الحديث حول فرض صيام رمضان هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى علينا والنعمة التي حبان الله تعالى بها وهي عبادة الصوم كيف كان فرضها وكذلك ما هو التدرج الذي حصل في صيام رمضان هل كان صيام رمضان مباشرة هل كان في مكة هل كان في المدينة إلى غير ذلك من الأسئلة التي سيكون الجواب عنها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة إذن عن صيام رمضان وعن فرضه وعن وجوب صيامه ونبدأ أولا بصيام رمضان هل كان في مكة أو كان في المدينة في أي سنة كان ونتوجه بهذا السؤال أولا إلى مريم تفضلي فرض رمضان كان في سنة ثانية للهجرة وقد صام منه النبي صلى الله عليه وسلم تسع مرات تسع سنوات تسع سنوات إذن صيام رمضان لم يكن بمكة إنما فرض في المدينة المنورة بعد الهجرة في السنة الأولى لم يكن فرض رمضان موجود ولكن في السنة الثانية لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنوات على اعتبار أن مدة الهجرة دامت عشر سنوات السنة الأولى لم يكن صيام مفروضا رمضان إذن تسع سنوات صيام هذا عن سنة فرضه نريد أن نعرف بعد ذلك الدليل على وجوب صومه أو الأدلة التي نزلت توجب صيام رمضان حتى نكون على بيّنة من هذه الأدلة وعلى دراية بها ونبدأ أولا بالأدلة من القرآن الكريم فضل يونس نعم الأدلة جاءت في سورة البقرة و جاءت على النحو التالي جاءت أول آية جاءت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا الدليل الأول و الدليل الثاني كذلكم جاء في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بيّنات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه هذا أمر أمر و الأمر يفيد الوجوب و الله أعلم فلك التوضيح نعم أمر يفيد الوجوب لأن مضارع مجزوم بلا من الأمر و يسيغ من سيغ دال على الوجوب هذا من حيث القرآن الكريم كذلك من الأدلة دال على وجوب الصيام نرجع للسنة النبوية و الدلة السنة كذلك كثيرة على وجوب صيام رمضان فضلي نعم نعم كنت فضلت أستاذ أحدث كثيرة على وجوب صيام من السنة منها قوله رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاء و المسلمان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قوله رسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إيقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم و صوم رمضان إذن صوم رمضان ركيزا من الركائز الخمس أو قاعدة من القواعد الخمس التي بني عليها هذا الدين الأحاديث و هي كثيرة يعني في الصيام رمضان و ربما نزيد حديثا من هذه الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري و مسلم عن طلح بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام فقال عليه الصلاة و السلام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع إذن ما عدا رمضان فهو تطوع و ليس فرضا كرمضان هذا عن دليل من القرآن و الدليل من السنة النبوية على وجوب صيام رمضان و من أدلة وجوب رمضان هو إجماع المسلمين حديثا و قديما على صيام رمضان يعني الإجماع كدليل من الأدلة الشرعية نعم إذن الإجماع من الأدلة الشرعية إذن نقول بأن الأدلة كلها متضافرة على وجوب رمضان من القرآن من السنة والإجماع و لذلك كان صيامه أي صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة لا يجوز لأحد أن يتهاون فيه أو أن يستهن به أو أن يتركه أليس كذلك؟ ولكن أستاذ قد نرى أنه بالرغم من أنه وجوب و ثبوت الأدلة من القرآن والسنة والإجماع حول وجوب الصيام لكننا قد نرى أن بعض الناس يتهاونون في أداء هذا الفريض أو حتى قد نقول أنهم ينتهكون حرمة هذا الشهر فما حكم الذي ينتهك حرمة رمضان؟ نعم وهذا ما نشاهده أحيانا من بعض الناس لكن ترك الصيام وترك صيام رمضان و أنتهاك حرمة الشهر ليس على مرتبة واحدة من الناس ربما من يترك صيام رمضان تكاسلاً و يؤمن في نفسه أن صيام رمضان واجب و فرض من الفرائض لكن تغلبه نفسه و يغلبه الشيطان الأمار بالسوء كان نفس الأمار بالسوء فتجده ربما ينتهك حرمة رمضان و يفطر في رمضان هل هذا كالإنسان الذي لا يؤمن برمضان و لا يصدق بفرض رمضان و لا يقر بوجوبه؟ الأمر المختلف إذن من انتهك حرمة رمضان و ترك صيام رمضان تكاسلاً و هو يؤمن بوجوبه هذا نقول بأنه مسلم عاصم عاصى الله تعالى و لا نحكم عليه بالكفر يعني لا نحكم نقول أنه كافر و مشرك كاليهودي و النصراني أو غير ذلك لا هو كسائر المسلمين عاصى الله تعالى و هو في مشئة الله تعالى فالله تعالى يغفر من يشاء و يعذم من يشاء لكن من ترك صيام رمضان منتهكاً لحرمة رمضان و هو لا يؤمن بوجوبه و لا يقر بأنه فرض من فرائض الله تعالى و لا يبالي به فهذا حكمه حكم المرتد يعني لماذا؟ لأنه يكون قد كذب القرآن و كل من كذب شيئاً من القرآن و لو آية من القرآن الكريم فقد كفر به و يكون قد كذب ما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب رمضان و بالتالي من كذب حديثاً متواتراً يكون قد كفر و كذب ما أجمع عليه المسلمون و علم من الدين بالضرورة و لذلك نفرق بين من يترك رمضان تكاسلاً و من يترك رمضان جحوداً و إنكاراً و نستثني من هذه القضية الذي لا يصوم لعذر من الأعذار هؤلاء لا يدخلون في هذا التفصيل لأن أصحاب الأعذار أباح الله تعالى لهم أجاز الله لهم أن يفطروا المسافر المريض مثلاً الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام و كذلك المرأة في حالة الحمل و المرأة في حالة الرضاعة هذه أعذار أباح الله تعالى فيها أن يفطر الإنسان و يقضي بعد ذلك إذا استطاع القضاء و لكن لا نقول بأنه قد أتى معصية لماذا؟ لعذر شرعي لأنه أفطر لعذر شرعي و لم ينتهك حرمة رمضان إذن كان هذا عن من يفطر في رمضان منتهكاً لحرمة شهر رمضان لا يبالي بفرضه و التفصيل الذي ذكرنا خليل الدكتور و نحن نتكلم على الصيام فما من عبادة إلا و لها تدرج في التشريع فما تاريخ التدرج في فرضة الصيام نعم الصيام ككثير من العبادات فرضت بالتدرج و التدرج الذي حدث في الصيام و هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة مهاجراً في أول سنة السنة الأولى لم يصوم رمضان لماذا؟ لأن رمضان لم يكن قد فرض بعد إنما كان فرض عليهم صيام يوم عشورة كان يوم عشورة مفروضاً عليهم في أول سنة يوم واحد في السنة و هذا ما جاء في الحديث روى البخاري و مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عشورة في الجاهلية و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه و أمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه و من شاء تركه إذن أول صيام فرض كان يوم عشورة و كان هذا في سنة واحدة في السنة الثانية كما تقدم في بداية الحصاء في السنة الثانية فرض على المؤمنين على المسلمين صيام رمضان و مع ذلك فرض رمضان مر بتدرج آخر كيف؟ لأنه كان في البداية لما نزلت الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شاء هدى منكم الشهر في اليصوم إلى آخر الآية كانت على التخيير ما معنى على التخيير؟ بمعنى من شاء أن يصوم رمضان صامه و من شاء أن يفطر و لا يصوم يكتفي بالإطعام يطعم عن كل يوم مسكين هذا كان في بداية الأمر لكن بعد ذلك نزلت الآية فمن شهد منكم مشاهرة فليصومه بمعنى ألزم الله تعالى الصيام جميع المسلمين القادرين ممن تتوفر فيهم الشروط في البداية إذن كان الصيام فرضا رمضان على التخيير من شاء أن يفطر يفطر و يطعم و من شاء أن يصوم فليصوم لكن بعد ذلك نسخ الحكم و صار رمضان فرضا على الجميع هناك أيضا تدرج آخر و هو لما فرض عليهم رمضان كان يجب على كل من كان نائما قبل الإفطار قبل الغروب و بقي نائما حتى غاربة الشمس لا يجوز له أن يفطر حتى اليوم الثاني عند الغروب و من أفطر بعد الغروب ثم نام و لو بعد الإفطار مباشرة لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب يعني جميع المفطيرات محرمة عليه حتى اليوم الثاني لكن وقع شيء أن بعض الصحابة وقع لهم حرج من هذا و هذا ما جاء في الحديث و هو ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي و إن قيس بن صرمة صحابي الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلقوا فأطلبوا لك و كان يومه يعملوا فغلبت عيناه فجاءته مرأته فلما رأته قالت خيبة لك لما رأته نائما فلما انتصف النهار أي من الغد غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودي من الفجر إذن نسخ هذا الحكم لأن بعض الصحابة ما وقع لهم من المشقة و هذا الصحابي كان في طول يومه في بستانه يعمل فلما أتى في وقت الغروب و لم يكن هناك الطعام حاضرا فانتظر زوجته لتحضر له الطعام نام و قد غربت الشمس لم يجوز له أن يأكل لأن هذا الأمر كان في البداية بقي صائما إلى الغد في الغد ذهب إلى بستانه و هو يعمل لكن لكثرة التعب و الجوع و حرارة الشمس و غير ذلك و أغمي عليه و الشريعة بنها على اليسر و رفع الحرج و لذلك تنزل الآية بعد ذلك لتنسخ هذا الحكم و يبيح الله تعالى الإفطار في كل الليل يعني من المغرب إلى البجر كله وقت للإفطار من غير تقييد و لا تخصيص و هذا رحمة من الله عز وجل إذا لحظنا كيف أن الصيام أو عبادة الصوم نزلت على التدرج لعلي أطرح عليكم سؤالا في هذا الموضوع و هو في موضوع التدرج في تشريع الأحكام لا شك أن هناك حكم و فوائد من ورائها شرع هذا التدرج تفضل عبد الحكيم تكلمنا في هذا الموضوع الحكمة من التدرج في فرض الصيام هو التخفيف على الناس و تهيئة نفوسهم لقبول هذه الفريضة و لقبول التشريعات التي تأتي بعدها نعم و هذا نجده في كثير من الأحكام مثلا مثل الصيام نجده مثلا في موضوع التحريم لما حرم الله تعالى الخمر على التدرج لم يحرمه مرة واحدة في البداية كان الخمر ممنوعا عند القيام إلى الصلاة و لا يجوز لأحد أن يشرب الخمر ثم يقوم ليصلي و لكن بعد مدة تنزل الآية تحرم تحريم النهائيين الخمر إذن هذا التدرج تصوري مثلا أو تصور معي بأن الخمر حرم في أول يوم من نزول القرآن و أمر الله بالصيام شهر كامل و أمر الله بالصلاة و أمر الله بالزكاة قلة قليلة التي ستستجيب للأحكام و تعمل بهذه الأحكام و لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون التشريع على هذا التدرج أستاذ كذلك بالرغم من أن الصيام كان في شرعة الذين من قبلنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بالرغم من أنه كان في الأمم السابقة هم العبادات التي أقرها الإسلام لكن بالرغم من هذا إلى أنه جاء التدرج و هذا رحمة الله نعم و هذا رحمة من الله تعالى لأن الصيام في الآياء بيّن الله تعالى بأن الصيام فرض على الذين من قبلنا و الذين من قبلنا يقصدوا أهل الكتاب فرض الصيام على اليهود و على النصارى على الأنبياء من قبلنا هل كان هذا الصيام شهر رمضان أو أيام أخرى هذا أمر يعلمه الله عز وجل لكن أصل الصيام كان موجودا و الله تعالى جعل هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام تصوم شهرا في السنة وهو شهر رمضان كذلك هذا الفرض فرض رمضان ربما نتساءل سؤالا يطرحه البعض لماذا كان اختيار مثلا الصيام بالأشهر القمرية في حين أن الصلاة جعل الله تعالى أوقاتها بالأشهر الشمسية وهناك حكمة من ذلك لو ننظر إلى الدورة دورة القمر والشمس و ماذا نجد؟ بأن رمضان لو ربط بشهر من الأشهر الشمسية لكان هذا الشهر واحد في السنة لا يتغير إذا كان في فصل الصيف فيبقى في فصل الصيف أو الشتاء لكن جعل الله تعالى الصيام في رمضان وهو من الأشهر القمرية ليكون دوران الصيام على كل السنة ولهذا رمضان يكون في الصيف يكون في الربيع في الشتاء في الخريف في كل أيام السنة نفس الشيء لما نتكلم عن الصلاة جعل الله تعالى الصلاة مربوطة بالدورة الشمسية لماذا؟ لأن أوقات الدورة الشمسية تجري على الكرة الأرضية يوميا ما من وقت الظهر مثلا الآن إذا قلنا بأن وقت الظهر في الجزائر بعد حين سيكون الوقت الظهر في وهران بعد حين آخر يكون في المغرب الأقصى إذن أوقات الصلوات تدور على اليوم كله في الكرة الأرضية لا يوجد بقعة في الأرض إلا وحين وقت الصلاة فيها إذن يكون الإنسان مرتبطا بعبادة الله تعالى على مدار السنة في كل الأوقات سواء تعلق الأمر بالصيام كما ذكرنا بالنسبة لرمضان أو تعلق الأمر بالصلاة كما ذكرنا إذن كان هذا كلام عن فرض صيام رمضان وعن تاريخ فرضه ولعل في الأخير ونحن نذكر هذا الموضوع أن نذكر إخواننا وأخواتنا بأن رمضان هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله تعالى وجعلها من القواعد الخمس على المسلم أن يحافظ عليها وأن يلتزم بها حتى يؤدي فرضه أولا وحتى يكون من أهل الله تعالى وخاصته لأن رمضان هو شهر القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أهل القرآن هم أهل الله وخاصته إذن أستاذ نعلم أن الصيام فرضة واجبة مثل ومثل الصالات لكن نرى في مجتمعنا من البعض من يجتهد من يجتهد من يجتهد في صيام شهر رمضان لكن بالمقابل يتهاون في أداء الصلاة الخمس أو يغضي النهار كله نائما فما حكم الصرف إذن أستاذ؟ نعم وهذا يكثر التساؤل عنه خاصة ليس في التهاون عن الصلاة فقط من الناس من يقول حكم ما هو حكم من يصوم رمضان وفي نفس الوقت هو لا يصلي لا يؤدي الصلاة وربما البعض يصوم رمضان ولكن طول اليوم وهو نائم لا يصلي الصلاة في الوقت ولا يؤدي هذه الصلاوات كما ينبغي هناك من يصلي في رمضان فقط وهناك من يصلي في رمضان فإذا انتهى رمضان ينقطع عن الصلاة هذه أشياء موجودة موجودة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ليس خاصة بالمجتمع الجزائري موجودة في كثير من المجتمعات لكن نقول في هذا المسألة المفروض أن نحافظ على الصلاة كمحافظاتنا على صيام رمضان بل إن الصلاة أعظم من حيث الرتبة لأنها في الرتبة الثانية بعد الشهادتين وأعظم من حيث الأجر من الصيام لأن درجة الصلاة أعظم من درجة الصيام ولذلك المفروض أن نحافظ على صلاتنا كما نحافظ على صيامنا إذا كان واحد مثلا يصوم رمضان وهو لا يصلي هل نقول بأن صيامه باطل وبالتالي لا يجوز له أن يصوم هذا كلام لا ينبغي أن نقوله لماذا؟ لأننا نعتقد بأن تارك الصلاة إذا كان يترك الصلاة تكاسل وليس من باب أنه يكفر بالصلاة ولا يؤمن بها ويجحدها وإنما يتركها من باب التكاسل أن هذا إنسان مسلم ومدى مسلما مفروض عليه رمضان والزكاة والصيام والحج والفرائض إذا كان تهاون في فريضة لا ينبغي أن يترك الفرائض الأخرى وأيضا يوم القيامة إذا كان يوم الحساب تصوري أن إنسان كان يصوم رمضان ولا يصلي و بين إنسان آخر لا يصوم رمضان ولا يصلي هذا يحاسب وربما يعاقب على ترك الصلاة وترك الصيام بينما الآخر الذي كان يصوم ولا يصلي لعل الله تعالى يخفف عليه الحساب والعقاب عن ترك الصيام و إن حوسب على ترك الصلاة ولذلك هذا تنبيه مهم وهو أن المسلم ينبغي أن يحافظ على صيامه و يحافظ على صلاته كما يحافظ على كل الفرائض التي فرضها الله عز وجل لأن الكل فرض و فرائض الله تعالى هي حدوده و تلك حدود الله فلا تعتدها ينبغي أن نحافظ على حدود الله عز وجل إذن كان هذا الكلام عن فرض الصيام و عن تاريخ فرضه و أن صيام رمضان واجب على كل مسلم و مسلمة إذا بلغ سن الرجد و كان قادرا على الصوم و لم يكن من أهل الأعذار كالمريض أو المسافر أو المرأة الحامل أو المرأة المرضع و غير ذلك من أهل الأعذار علينا أن نحافظ على هذا الصيام الذي فرضه الله علينا لنكون من أهل الله و خاصته لأن رمضان و شهر القرآن و أهل القرآن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أهل الله و خاصته فنحن في هذا الشهر و في هذه العبادة و مع القرآن الكريم نريد أن نكون على مقربة من مغفرة الله و رحمته لأن أول الشهر رحمة و وسطه مغفرة و آخره عتق من النار نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا و منكم و أن يعتقى رقبنا من النار و أن يتقبل منا صالح الأعمال إنه بالإجابة جدير و هو على كل شيء قدير والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر